جابه والدي بالكفل الأبيض بالتعب وتقل لوقب علي يعني هاني أنه أخير اللقاء شفته أنه هو واشتون يضحك له يبتسم له يقول لي بابا يلا روح يدخل له ولس خافين لم يخطف الموت والد باتول فقط بل غيب أيضا عنها فرحة النجاح من الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي تظرف الدموع ليس فرحا بالمعدل العالي الذي تحصلت عليه بل حزنا على فقدان ملهمها وداعمها الذي كان يمن النفس بدخول ابنته كلية الطب إلا أن المنية كانت أسرع لدار الحوار بينه وبينه بالسيارة قال لي بابا لا تخافين هذا أول امتحان لا تتوترين صار وياح حادث دهس أنه استوى نزل من السيارة جاءت ستوتة دعمتها رونسايت أنا متوقعت أنه من أوصل ألقي قاعد وما عنده شيء هاي هذا كان تخيلي لكن أنا منصلت للبيت عمامي لقيتهم أنه صياح ويصرخون وشيء وهاي دخلت للبيت قلت لهم مشين يشكوه يقلوا لي لا يعني والدي ش توفى قلت لهم مشين والدي توفى جاءبوا والدي بالكفل الأبيض بالتابوت قلوا قبالي يعني هاني أنه أخير اللقاء شفته أنه هو واشتون يضحك له يبتسم له يقل لي بابا يلا روح تخلي ولا تخافين أنه ورا شوية جاءبوا أنه بالكفل الأبيض بالتابوت قبالي ظلت أتنوع أنه قلت لهم هذا والدي يعني ما معقولة يعني هو الصباح يحتيوا ياي وما بيشي اشتون يعني ناس أشوفه بالتابوت وبالكفن ما قدرت يعني والله أنه هذا الموقف أنه ظلت فيها مصدومة صدمة فقدان أبيها لم تمنع بتول من مواصلة مشوارها في أداء الامتحانات تأمل في تحقيق حلمها وحلم والدها قبل وفاته بالدخول إلى كلية الطبي والحصولي على استثناء وزاري لازم أضغط على نفسي يعني أنا اشقد ما تشنت مشتهدة مثابرة أنا لازم أكمل طريقي يعني إذا هذا حلم والدي أنه يشوفني بهذا المكان أنا لازم أسعي وأتعب أنه في سبيل حتى بس أحققه لأن يعني حتى أنه هو يرضى علي أنه تعبا ما راح يعني معدلي 98.6 ومؤجلة ماديتين اللي هي العربي والإنجليزي على الدور الثاني وإن شاء الله أجيب بين درجات أحسن أنا أشد وزير التعليم أنه يسمع صوته ويتقبل حاله وينظر إليه في سبيل أنه أنا بس أحقق حلم والدي وإن شاء الله قاعد يسمعني ويشوفني في سبيل بس أنه أحقق حلم والدي آخر لقاء اللي بتول مع أبيها كان عندما وصلها إلى قاعتها الامتحانية فرحل دون توديعها فاجعة الموت كانت أصعب من الامتحان الوزاري الذي تخطته أما الحلم فما زال معلقا بأن تصبح طبيب علها تخفف من آلامها ويصبرها على قدرها من النجف محمد رزاق التغيير تغيير تغيير